طبعاً يعني مهم أول مكساب ثلاثة بنت بعد طبعاً حسارة البنتين بتاع المتش اللي قبل كده نعم مكساب كويس فيه كذا حاجة إيجابية طبعاً إصرار اللعيبة والنادي الأهلي لغاية آخر ثانية ولقطة الإضافة إنه هو طبعاً يحرز المكساب دي حاجة معودنا عليها النادي الأهلي بس يعني التوقيت كان صعب طبعاً صعب قوي طبعاً خلاص كل الناس اعتبرت يعني أن المباراة خلصت بس طبعاً الهدف جيه توقيته يعني بعد النهاية خلاص يعني بعد الوقت الأساسي صح اللعيبة طبعاً بازلت مجهود كبير ولكن طبعاً لازم نحن نقول إنه إحنا لازم نستفيد من دروس يعني كل مباراة لازم نستفيد منها أهم حاجة برضو إنه إحنا المباراة اللي زي دي لازم المتش يتقتل من الشروط الأولاني أو من البداية أول تلت ساعة أو أول نص ساعة في المباراة لازم النادي الأهلي يحرز أكتر من هدف عشان ما يحطش نفسه في الموقف ده عشان إحنا قلنا قبل كده السنة اللي فاتت كان فيه يعني مشاكل كتير وكنا فرقين بابناط كتير جداً جداً نتيجة برضو ليه العدم التركيز فيه الفرص اللي كان بتيجي للنادي الأهلي واحد دي بتفضل معلقة يعني معلقة المباراة وفي نفس الوقت بتدي أمل للفرقة اللي قدامك أياً كانت قوية أو ضعيفة صحيح إنه هو يرجع للمباراة وحصلت المباراة اللي فاتت صعوبتها كمان إن أنت لما المكسب الكويس بتأخر بتضطر تضغط بكل قطوطك بيبقى فيه مساحات وراء بيبقى فيه بتبع معقاة ومتعب أكتر سواء عصبياً أو بدنياً كمان بتدي فرص للفرقة التانية حاجة مرتدة تيجي تخسر ابناط بتقعد يعني تتعبك بعد كده في مشوار الدول الميزة اللي أنا شايفها أن برضو الراجل بيحاول يلعب كل الناس شايفين النهاردة برضو فيه ناس جديدة لعبت فيه طبعاً كانت إخافات زي مثلاً محمد عبد النعم ياسي إبراهيم لعب مع متولي تاني محمد هاني برضو عايز الراجل برضو يقربه شوية ويرايح أكرم شوية فعايز يديله عشان برضو لازم الفترة اللي جاية مباراة كتيرة وانت داخل على معترك كبير